منذ خمس سنوات يصل الضباب الدخاني اعتبارا من تشرين الأول أكتوبر إلى مستويات مقلقة في باكستان وكما هي الحال في الهند المجاورة فإن الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح ضعيفة يسبب تلوثا ناجما عن حرق الأراضي الزراعية والانبعاثات الصناعية والسيارات ما يولد مشكلات في الجهاز التنفسي والقلب ووفقا لدراسة نشرتها مجلة ذي لانستا الطبية توفي 135 ألف باكستاني في العام 2015 بسبب نوعية الهواء الرديئة وقد ازداد الطلب على جهزة طنقية الهواء المستوردة الغالية الثمن والتي يتعذر على المواطنين العاديين شراؤها وفي مطلع تشرين الثاني نوفمبر أغلقت مدارس للمرة الأولى أبوابها في بنجاب وهي مقاطعة شرقية عاصمتها لهور بسبب الضباب الدخاني الكثيف وقد أدى ذلك إلى زيادة الوعي في هذا البلد الفقير حيث القضايا البيئية الثانوية وفقا لعدد من الخبراء وتجاوز مستوى الجزائيات الضقيقة في كثير من الأحيان 200 ميكروغرام لكل متر مكعب من الهواء في لهور وتوصي منظمة الصحة العالمية احترام عتبة 25 ميكروغراما في المتوسط يوميا ترجمة نانسي قنقر